حسن الله إليكم سماعة الوارد يقول السائل الحديث الوارد في أن الله تعالى يدخل يده في النار ويخرج ثلاثة حتيات من النار لا يعلم عددهم إلا الله هل هذا يشمل المشركين أم أنه خاص بأهل التوحيد؟ المشرك لا طمع له في الخروج من المر إنما يخرج منه من في قلبه مفقال خبأ من خردل من إيمان ولو كان ضعيفا نعم